تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مايو الماضي وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من معاناتهم ومحصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية ومعالجتها من خلال الدور الفريد الذي تقوم به منظومة الشكاوى وجهدها الحديثة في تلقي ورصد الشكاوى المواطنين وفحصها ومتابعتها ومعالجتها وفي هذا الإطار استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية 126 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو تم توجيه نحو 99 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وحفظ 22 ألف شكوى وفقا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة وجاري استكمال مراجعة واستفاء بيانات 5000 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها ترجمة نانسي قنقر